دايما بنهني بعضنا في المناسبات زي الاعياد واعياد الميلاد والناس بتقول كل سنة وانت طيب او كل سنة وانتم طيبين وناس تانية بتقول كل عام وانتم بخير او كل عام وانت بخير طيب يا طرى ايه الفرق بين الجملتين ايه الفرق بين ان اقول لحد كل سنة وانت طيب وان اقوله كل عام وانتم بخير هنتعرف الفيديو ده من قناتي كل جديد حول العالم عن سبب تفضيل المعايدة بكلمة كل عام وانتم بخير عن اننا نقول كل سنة وانت طيب اهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلابس فيهم الف سنة الا خمسين عاما كان ممكن رب العزة سبحانه وتعالى يقول تسعمية وخمسين سنة طيب ليه قال الف سنة الا خمسين عام بيقول العلماء ان لفظ سنة تطلق على الايام الشديدة او الصعبة او شديدة الصعوبة يعني قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تزرعون سبع سنين اما لفظ عام بيطلق على الايام السهلة وهي ايام الرخاء والنعيم بيقول رب العزة سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون وكده يكون سيدنا نوح عليه وعلى نبينا السلام انه لبس في قومه الف سنة شقاء الا خمسين عام كانت رخاء ونعيم لذلك من الافضل اننا نقول دايما لبعض في المناسبات ونهني بعضنا بكلمة كل عام وانتم بخير ولا نقول كل سنة وانتم طيبين او كل سنة وانت طيب علشان ان كلمة عام بيكون فيها الرخاء اكتر وبيكون فيها النعيم اكتر ان شاء الله للجميع من ارد ان يتعلم فليقرأ القرآن ويتدبر معانيه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وكل عام وحضرتكم جميعا بألف خير ارجو ان يكون الفيديو قد افت حضرتكم بمعلومة وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا على المشاهدة